هذه القرارات هي ما تعلق بسوريا قريبا جدا من الغرب ترامب يهدد ومن الشرق الأقصى ترد روسيا ومن الشرق الأدنى إيران وحلفاؤها المعنيون الأوائل بالحالة ارتفعت لهجة الرئيس الأمريكي ترامب وهو يهدد بشار الأسد ونظامه بعد المجزرة المروعة التي حصلت في مدينة دوما متوعدا إياه بدفع الثمن وناقما على الروس دعمهم لرئيس يقتل شعبه بالغاز بحسب تصريحات دونالد ترامب وبصرف النظر عن الرد الروسي الذي قد يأخذ طبيعة قوى عالمية كبرى وصلت وقد تصل إلى حد الصدام المباشر تظهر على الساحة ردود لأدوات ودول تحمل في طياتها الكثير من علامات الاستفهام ميليشيا الحشد في العراق تطل برأسها عبر فصيل حركة النجباء الحاضر بقوة في الساحة السورية فتتوعد وتهدد ما سمتها القوى الغربية من مغبة استهداف النظام السوري مؤكدة أن لتلك العمليات عواقب وخيمة على المنطقة أجمع على لسان المتحدث باسمها هاشم الموسوي سريعا لحق بالموسوي زعيم التيار الصدري مؤقتدى الصدر قائلا إن المنطقة ستجر إلى الهاوية إذا قصف نظام الأسد مشيرا إلى أنه واتبعه لن يقف مكتوفي الأيدي إذا ما تعرضت ما وصفها بالمقدسات في السورية للخطر باستعادة الذريعة ذاتها التي تدخلت على أساسها الميليشيات لإنقاذ الأسد من السقوط بداية الثورة السورية وبعد استعراض الأدوات جاء رد إيران الأم فخرج مستشار خامنئي ليؤكد وقوف بلاده مع دمشق لمواجهة ما وصفه بالعدوان بيد أن نظرة لتصريحات تهران وميليشيا الحشد في العراق تظهر تماشيا أو تطابقا لحالة وظيفية عابرة للحدود كما أن استعارة ذريعة حماية المقدسات يفند بصورة أو بأخرى ما يشع من الحديث حول الحرب على الإرهاب ويحيل المشهد في العراق وسوريا وحتى اليمن إلى استقطاب طائفي صرف تمسك إيران بطرفه من جهة وطرف الآخر تحركه الرياح